نتحدث عن مدرسة الصلط الثانوية للبنين تاريخ عراقة وكل الإنجازات حافلة فليا في خلال هذه المئة سنة نتحدث بداية مدرسة الصلط متى تأسست ونعطي لمحة عن هذه المدرسة أسعد الله صباحكم بكل خير شكرا لإستضافتكم عند الحديث عن مدرسة الصلط الثانوية نتحدث عن مدينة الصلط الحضارة العراقة هذا الفكر المستنير المتقدم الذي كان موجودا منذ ذلك التاريخ وأنا أعني منذ عام 1921 22 23 كانت الناس تفكر بشيء جميل تتحدث الآن عن التعليم ففكرة أو إنشاء فكرة مدرسة الصلط الثانوية جاءت من لدن أهل مدينة الصلط للحقيقة أقول أنه كان هناك مدرسة عثمانية سابقة متهالكة كان مدير المدرسة وضع رئيس بلدية الصلط نمير باشا لحمود أننا نحن الآن بحاجة لشيء فانبثقت فكرة إنشاء المدرسة من خلال مدير المعارف مدير المعارف كان محفظ الألقاب أديب وهبة هذا مدير المعارف يعني وزير التربية والتعليم في ذلك التاريخ تنادى عدد من أهالي مدينة الصلط على ضرورة أن يكون هناك مدرسة كبيرة تستطيع أن تخرج أناس قادرون حلو تفضل شتي كنت أريد أن أسألك إذا هالمدرسة كانت مقتصرة فقط على أبناء الصلط أو باقي المحافظات الآن سبقتيني بالحديث فيه بس أكمل الجزئية الأولى بالمناسبة مدرسة الصلط الثانوي بنيت على حساب أهالي مدينة الصلط إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن قطعة الأرض كانت للمرحوم أحمد الحديدي وتبرع بـ 33 دنم على تلة مرتفعة وكان الاختيار على ذلك المكان وهو مطل على وادي الصلط تنادوا أهل الصلط وجمعوا التبرعات في خلال فترة وجيزة استطاعوا من خلالها أن ينجزوا بناء مدرسة الصلط الثانوية وهي التي كانت على شكل صقر وعند الحديث عن مدرسة الصلط الثانوية تتحدث عن تخريج عدد من أبنائها الذين بنوا الأردن حتى أكون صادقاً أختنا سألت عن هل اقتصرت مدرسة الصلط الثانوية على أبناء مدينة الصلط الجواب لا هي كانت مدرسة وطن في أحد السنوات الأولى قبل 125 طالب من خارج مدرسة الصلط الثانوية للبنين لما تتحدث عن هذا الحديث بخطر في بالنا أيضاً أنه هل كان يقبل كل أبناء الصلط في مدرسة الصلط الثانوية؟ الإجابة لا كان يؤخر من كل مكان يؤخر عدد من الطلبة غالباً عشرة ولا تستغربوا إذا قلنا بأنه كان بعض من أبناء الصلط لا يقبلوا في المدرسة لأنه ما في مكان لهم الأولوية لأبناء الوطن بصورة عامة لا يقبلوا أبناءنا ولكن في هذا الكلام كان يسود هذا الحس الوطني الكبير رائع من خلال كتاب مواقف ومبادرات ريادية في مدينة الصلط هذا الكتاب الذي نرى الألم الأستاذ دكتور محمد العطيات نعم الأستاذ دكتور محمد العطيات اليوم نتحدث عن صور شاهدة على تاريخ هذه المدرسة الهيئة التدريسية بعام 1925 وعام 1927 اللي لفتني بأنه المكتوب حتى الهيئة التدريسية هي من مختلف البلدان العربية يعني إذا بدنا يحضرنا الآن أسماء من كان موجود من الهيئة التدريسية الآن كان في عدد من الأساذ المحترمين اللي كانوا امتداد من سوريا نعم على سبيل المثال كان في الاتخاذ الفرنسي في ذلك التاريخ صح فأتوا من سوريا إلى الأردن وكان لهم خليني أقول المكان الرحب والواسع بحيث أنه كان عندنا من المصريين واللبنانيين والسوريين وعدد من الأسماء المختلفة الناس اللي قاموا بتقديم ما هو خليني أقول متميز لا زالت السلط تذكر هؤلاء الناس أكيد مثل سعيد البحرة وعدد من الأشخاص الآخرين اللي إلهم مكانتهم في مدينة السلط نعم هل كان يكون هناك أي نشاطات داخل المدرسة؟ أه أحضرني لما بنتحدث إلى السامع أو من يسمع عن مدرسة السلطة الثانوية وبتقول أنه كانت أول مجموعة كشفية في العشرينات هي في مدرسة السلطة الثانوية في زي طلبة الكشفية وأول مرة يخرج المعلم مع طلبته بزي وبعدين العفو السراويل خلينا أسميها القصيرة شوية بحيث أن هذا المنظر الجميل وبالمناسبة كانت ترافقهم فرقة موسيقية أيضا من مدرسة السلطة الثانوية تجوب شوارع السلط وشوارع عمان وكانت الناس تزدهي وتنبسط لهذا المظهر العام الجميل أنت عندك فرقة كشفية عندك فرقة موسيقية في تواريخ خليني أقول قديمة جدا تأسيس الإمارة أنت تتحدث عن تأسيس الإمارة في ذلك التاريخ وبالمناسبة رحم الله سمو الأمير عبدالله الملك عبدالله الأول كان مشجعا وفي نفس الوقت امتداد للأمانة أقول امتداد الهسمين في هذا الاهتمام الكبير الأمير عبدالله عندما كان يرى مجموعة الكشفية التي موجودين يزدانوا بأول السلط كان يعزمهم على وجبة الغداء التي يكون مدعو عليها وإلى آخره حسب ما أرخى المؤرخون لذلك ألا رحمة الله على جلالة الملك حسين كان يسميها أم المدارس بل من أفضل أحسن من أفضل الجامعات لما لها من دور في بناء الدور الأردني ولا ننسى دور جلالة الملك عبدالله الثاني وبالمناسبة هو من سيرعى احتفالية مدرسة السلط الثانوية في قادم الأيام القريب إن شاء الله تعالى يعني إذا بدنا نتحدث الآن عن مدرسة السلط الثانوية للبنين حاليا بعد هذا التاريخ الحافل الحفاظ على هذه العراقة الهيئات الدرسية الموجودة بالإضافة للانضباط وخلينا نحكي هي محددات معينة تعطي مدرسة السلط دائما الأولوية والأفضلية بالإضافة بأننا نتحدث عن مدينة السلط مدينة الأوائل يعني هي مدينة عريقة جدا كيف تحافظه وأنت عضو اللجنة الملكية لهذه المدرسة؟ للأمانة أقول بأنه انبثقت اللجنة الملكية لتطوير مدرسة السلط الثانوية من خلال رؤية كانت لجلالة الملكة وتم هذا الأمر لهذه اللجنة على أن تحظى مدرسة السلطة الثانوية باهتمام خاص وكان يرأس اللجنة الملكية رحمة الله لدولة أحمد اللوزي وبعدها رأس اللجنة معالي مروان لحمود رحمة الله عليه وطول الله عمر معالي الدكتور رجائي المعشر هو رئيس اللجنة الحالية من هذا المنظار أنت تأخذ بأن المدرسة لها أو تحظى باهتمام عال ومهم صح فبالتالي الآن الاستمارية طبيعي ما بنسى دور وزارة التربية والتعليم لأنه فيه نهاية المطاف هي المضلة الخاصة بالمدارس وللأمانة أقول حتى معالي وزير التربية والتعليم الحالي وجدنا منه اهتمام كبير في هذا التجاه الآن كمبنى في حال توسع في مراحل صارت من حيث التطوير على المدرسة من حيث صيانتها من حيث إضافة بعض الأبنية والمختبرات المختلفة الآن في مشاريع قادمة لتطويرها أكثر هي التدريسية الموجودة في داخل المدرسة هو من أفضل من يدرس ودائما حتى يتم اختيار معلميها زائد مدير المدرسة بعناية لما لها أهمية خاصة بالمناسبة حتى من خلال ما فهمت من إخواننا ستكون على المسار التراث السياحي لمدينة الصلت بصورة عامة هذا كل ياته بعض انتباع هناك شغلة مهمة كثيرة اذهب أينما تذهب لخريجي مدرسة الصلت الثانوية اتصل بمن تريد من خريجيها أو حتى من أهالي مدينة الصلت أو من درسوا منهم أو من أحفادهم تطلب أي شيء باتجاه مدرسة الصلت الثانوية ستجد من يكون على استعداد لتقديم أي شيء ممكن تحتاجه بالأمان ما بتحدد دعنا نذكر عدد من خريجي مدرسة الصلت من جالات الأردن رحمة الله على دولة وصف التل دولة أحمد اللوزي دولة فوزي الملقي دولة عبدالسلام المجالي طوالله أمر دولة دكتور عبدالله أنسور حسا بالسلك القضاء رؤساء القضاء وكانوا من الناس النزيهين المعروفين علي مسمار وعبدالرحيم الواكد وكذا من الأسماء رؤساء هيئات الأركان المختلفة مثل علي لحياري وعدد من الإخوان قامت قامت لا يقل عن 76 أو 80 وزير ممن تخرجوا من مدرسة الصلت الثانوي غير الأعيان والنواب واللي إلهم كان دور فاعل في بناء الدولة الأردنية ولا زال هذا الامتداد الكبير تاريخ نعم فعلا هو تاريخ رحمه الله يعني من رحلوا والله يعطي صحة لكل الباقين ولكن اليوم يتحدث حب المبادر الموجود والتعاون وتحدث أي حدث نطلبه مستعد إلى بي جاهزين يعني على سبيل المثال أحد الأشخاص يحب أن يذكر اسمه تبرع بجزء كبير من الحديقة سيكون في حديقة ممتدة ممرتبة وقال هذا وفاء لوالدي لأنه كان يدرس فيها في ذلك التالي ديكتور خالد حدثنا عن الاحتفال الذي سيحصل بمئوية المدرسة أين سيحصل؟ ما هي التحضيرات التي تحضرها؟ فإن فترة نحضر التحضير اللائق الذي يليق فيه مدرسة السلطة الثانوية سيكون احتفالا واحتفاءا واسعا بمدرسة السلطة الثانوية من خلال الإعداد المسبق أنت تحتفلوا بالمدرسة ومهرجان جرس كمان سيحتفل فيهم؟ نعم معروف أنه كمان مهرجان جرسوا الآن هو للأمانة أقول بأنهم بعملوا الآن وفيه لمدرسة السلطة الثانوية جزء آي نعم من احتفالهم هذا بدل على مدى الاهتمام فيه الآن سيكون احتفال فيه رعاية ملكية السامية وهذا اندل على شيء بدل على اهتمام جلالة الملك وسمو الأمير في المدرسة بالإضافة أكيد جلالة الملك راني كصاحبة مبادرة في هذا الاتجاه سيكون احتفال يليق بمدرسة السلطة الثانوية وفي الأردن بصورة عامة وسيكون هناك فرق كشفية بلباس الكشف القديم الذي كان بالعشرينات من القرن المنصر سيجبون شوارع مدينة السلط سيكون هناك احتفالات مختلفة طبيعا والبرنامج المعهود ليوم الافتتاح نعم يعني رائع هذا الجميل ما بين العراقة والتاريخ بالإضافة للمواكبة المواكبة مهمة جدا يعطيكم ألف عافية الله سلم أنا بس بحب أني أضيف أكثر من إضافة على سبيل المثال للحصر رحم الله ركس بن زائد العزيزي كان مدرسا في تلك المدرسة عمل مسرحا مدرسيا فوق الاثنتين عشرة مسرحية قدمت في مدينة السلط جمعية الرفق بالحيوان بسنة الست وعشرين كان أعضاءها من طلبة مدرسة السلط الثانوي المنصر فهذا أنت بشوف الأحزاب الآن نحن نتحدث في هذه الأيام عن الأحزاب لكن كان في طرح وفكر موجود من خلال معلمين المدرسة ومن خلال طلبتها وكان هناك تنوع في الفكر الموجود يعني الأمانة أما كانوا يغاروا الصبايا كل هالاهتمام لمدرسة الجنية يعني على فكرة لهم حصة لا في حصة إذا ما علمنا بأنه ترى من أقدم مدارس الثانوية للبنات مدرس السلطة الثانوية للبنات وسيكون إلا حديث وسيسم إلى ترتيب ولكن من خلال ما تحدث فيه الآن الرؤية التي كانت منذ تلك الأيام هي رؤية ثاقبة وإستباقية وهذا يدل عن الفكر الناضج وفعليا اللي كان موجود والإبداع بدنا نشكرك دكتور على وجهتك معنا لديو ويعطيكم ألف عافية اللجنة الملكية كل أعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة السلطة الثانوية للبنين شكرا جزيلا شكرا لإستضافتكم وهذه الإضافة ندل على شيء يبدل على مدى الاهتمام بالعلم والتعليم وفي النهاية لا تخلو أو لا خلودة إلا لبذرة التعليم والإنجاز لأنها أساس بناء الدولة وديمومتها يعني بالعلم نرقى بالعلم نرقى وهو المستقبل نورتنا ووصل كل سلامنا ومحبتنا لحبايبنا بالصد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة